عالم الأديان والمهتم جداً بالموت دكتور ستيفن جينكنزون مفكر كاندي حضر أكتر من 15 ألف وفاة أنا جفت كتابه الأولاني وكان كتاب تقيل قوي ما قدرتش أكمله في الوقت اللي أنا جبته فيه تفرجت له على فيديو كان انترفيه عامله مع حد والكلام كان عميق جداً وتعبت كده وقفلته بعد فترة طويلة لما جدتي توفت افتكرته تاني عدت طبعاً فترة أحاول أفتكر اسمه ستيفن أنا كنت عارفة ستيفن لغاية ما ربنا ألهمني ودورت في بعض الحاجات وطلعت جينكنزون وطلعت له الكتاب وطلعت له الانترفيو ستيفن بيقول دكتور ستيفن بيقول إن أكتر حاجة بتخوف الناس وهي على فراش الموت مش الموت نفسه ولكن إن هما يتنسوا إن الأحياء اللي حواليهم يتنسوا إن ذكراهم تختفي من عالم الأحياء وده فكرني بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وعددهم لنا ولا الصالح يدعو له صدقة جارية أو علم يدفع به لما ماتت جدتي الموت أصبح له معنا تاني وأصبح له قيمة تانية بالنسبالي وقعت فكرت وقلت طيب نهاية كتت ست طيبة وكتت ست صالحة جدا طيب إيه أعمالها اللي حتفضل وراها لقيت ولد صالح يدعو لها الحمد لله كل أولادها يعني أحسبهم إنهم كويسين والدتي وإخوتها وإخوانها كلهم كويسين وجمال وحيدعو لها وحيصلولها وحيقروا قرآن على روحها أو صدقة جارية برضو سهلة مقلورة عليها كل دير في أي مكان كفالة يتيم أو جهة الخير كتيرة قوي اللي نقدر نعمل صدقة جارية ليها أو علمي ونتفع بيه وإفتع عند علمي ونتفع بيه يعني جدتي ما كانتش عالمة ولدها شيخ الأزهر علمها تقرأ وتكتب وتقرأ القرآن وبعض من الفقه والسيرة والحاجات دي وتجوزت صغيرة قوي 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 أعتقد 13 أو 14 سنة ما راحتش مدارس بس أخواتها كلهم راحوا مدارس البنات بس كنت بحس إن هي عندها كم من الحكمة ومن التفكير ومن الزكاء كان زكائها متقد كبير قوي 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 والعلم مش معناه علوم وأحياء وكيميا وفيزياء ورياضيات وهندسة وطب والكلام ده العلم في أساسه هو الحكمة والحكمة كان قالها عالم كهانوت اسمه دكتور مايك ميردوك يعني بيقول الحكمة هي إن إحنا نعرف الفرق في الأشياء أو في الأمور اللي حوالينا إن إحنا نقدر نلاحظ الفرق وفعلا لو تلاقوا إن كل الاكتشافات العلمية اللي حصلت حصلت عشان شخص ما لاحظ الفرق اللي حصل حتى في الأمور اللي هي اللي هي بنسميها العلوم الإنسانية علم النفس مثلا تلاقي الشخص أو الفلسفة إنه بيفكر في الفرق ما بين الأمور الفرق ما بين الأشخاص الفرق ما بين المواقف وده اللي بيطلع الحكمة وبعدين يعني قلت خلاص يعني أنا تعلمت منها حاجات وحاجات جميلة قوي 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 وحاجات استخدمتها في حياتي خلاص هعلمها الأولادي وبعدين يعني عارفين البني آدم بقى طموة لا أنا عايزة ذكرى هذه السيدة الفاضلة تصل لأكتر من حيز أولادي كده لأن يعني أولادي حيتوقف عندهم سلسال التعليم ده يمكن يعلموا لأولادهم ويمكن لا ففكرت أن أنا أعمل بعض الحلقات بعنوان أعلمتني جدتي أو تعلمت من جدتي وأشارككم الدروس الرائعة الجميلة اللي أنا تعلمتها منها خصوصا أن أنا كنت حفيدتها الأولى والكبيرة ويا ما بيت معاها ويا ما قعدت معاها ويا ما عشت معاها وقضيت معاها ساعات طويلة وإحنا بنطبخ وإحنا بنقي الرز وإحنا قاعدين مع بعض وحصلت مواقف قدامي واتكلمت معاها وحكيت لي على حاجات من حياتها أعتقد أن كل ده حرام وخسارة أنه يتميسي وبالمشاركة معاكم في الدروس والحاجات اللي أنا تعلمتها منها يبقى نوع من أنواع أحياء ذكراها وأنه يكون علم ينتفع بيه تابعوني في الحلقات الجاية كل حلقة هقولكم على حاجة كده اتعلمتها من جدتي